بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أعزائي طلاب الصف السادس؟ أعزائي اليوم إن شاء الله سنأخذ في هذا الفيديو مراجعة الفعل اللازم والفعل المتعدي طبعا هذا الدرس التركيب والأسليب اللغوية من الوحدة الأخيرة تمام؟ في صفحة 83 كنا أعزائي قد أخذنا الفعل اللازم والفعل المتعدي وفرقنا بينهما للاستذكار قبل أن نقوم بحل هذه التدريبات دعونا نراجع المقصود بالفعل اللازم والفعل المتعدي الفعل اللازم أعزائي قلنا هو الفعل الذي يكتفي بالفاعل ويتم المعنى أي أن هذا الفعل لا يحتاج إلى مفعول به يكتفي بالفاعل فقط حتى يتم معنى الجملة مثال ذلك الفعل لعبة لعبة الولد هذا الفعل لعبة لم يحتاج إلا إلى مفعول إلا إلى فاعل لم يحتاج إلى مفعول به صحيح إذن هذا الفعل اللعبة هو فعل لازم لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى مفعول به واكتفى بالفاعل عكس الفعل اللازم أعزائي هو الفعل المتعدي ما المقصود بالفعل المتعدي؟ هو الفعل الذي لا يكتفي بالفاعل ويحتاج إلى مفعول به حتى يتم المعنى إذن هذا الفعل المتعدي لا يكتفي بالفاعل ويتعد الفاعل إلى مفعول به حتى يتم معنى الجملة لو أخذنا أعزائي المثال الفعل شريبة نقول شريب الولد الحليبة شريبة فعل الولد فاعل ماذا شريب الولد؟ شريب الولد الحليبة لو توقفنا إلى كلمة الولد شريب الولد هل اكتمل المعنى؟ لم يكتمل المعنى نحتاج إلى كلمة إضافية وهي المفعول به شرب الولد الحليب هكذا اكتمل المعنى إذن هذا الفعل هو فعل متعدي لماذا؟ لأنه احتاج إلى مفعول به نبدأ الآن أعزائي بعد هذه المراجعة السريعة بحل التدريبات الموجودة طبعا نبدأ بالسؤال الأول ميز الأفعال المتعدية من الأفعال اللازمة أو من اللازمة في الجمل الآتية ثم نقلها إلى دفتركة الفرع ألف فسر المعلم الآية قد أفلح المؤمنون لاحظوا معي أعزائي في هذا المثال يوجد عندي جملتان فسر المعلم الآية هذه أول جملة والجملة الثانية أفلح المؤمنون جملتان فعليتان الجملة الأولى فسر هذا هو الفعل والمعلم هو الفاعل والآية المفعول به ماذا فسر المعلم الآية؟ إذن الآية مفعول به إذن هذا الفعل فسر هو فعل متعدن لماذا؟ لأنه لم يكتفي بالفاعل محتاج إلى مفعول به الجملة الثانية أفلح المؤمنون أفلح فعل أين الفاعل؟ المؤمنون هل يحتاج هذا الفعل إلى مفعول به؟ لا لم يحتاج هذا الفعل إلى مفعول به إذن هذا الفعل هو فعل لازم إذن الفعل أفلح هو فعل لازم ننتقل إلى الفرعب تذوق الطباخ الطعامة تذوق فعل الطباخ فاعل هو الذي تذوق ماذا تذوق؟ الطعامة إذن الطعام مفعول به هذا الفعل تذوق احتاج إلى فاعل ومفعول به إذن الفعل تذوق هو فعل متعد ننتقل الآن إلى الفرعجيم أعزائي الجملة الموجودة في الفرعجيم هي جملة مهمة أرجو أن تنتبهوا لها جيدا أولا أعزائي دعونا نقرأ الجملة ما أجمل أن نغني للحياة هذه الجملة أعزائي لاحظوا أنها نمط تعجب جملة تعجب لاحظوا هي علامة الترقيم علامة التعجب بدأت بما ضعد ما جاء اسم تفضيل إذن هذه جملة تعجب مثل جملة ما أجمل السماء مثلا ما أكبر البيتة ما أروع الغيومة هذه اسمها جملة تعجب في جملة التعجب أعزائي هناك نمط واحد لا يتغير وإعراب لا يتغير ما هو هذا الإعراب يا ميس نعرب أجمل فعل جامد مبني على الفتح تمام فعل ماضي جامد مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو والمفعول به طبعا يجب أن يكون موجودا في هذه الجملة في جملة التعجب المفعول به عندي هون يمس إحنا بالعادة نحكي ما أجمل السماء بيكون في عندي اسم منصوب صحيح الآن هنا جاء عندي حرف نسب وفعل مضارع منصوب لما كنت أطلب منكم أعزائي استخراج من النص أن تستخرج لي فعل مضارع منصوب ماذا كنت تستخرج؟ حرف نسب أن أو لان أو كي حروف النصب التي تعرفوها وبعدها فعل مضارع منصوب هذا يا أعزائي حرف النصب والفعل المضارع المنصوب الذي يأتي بعده يمكن أن أستبدله بكلمة واحدة أسميها مصدر مصدر مؤول إذن يمكن أن أستبدلها بمصدر أو بكلمة واحدة ما هي الكلمة التي يمكن أن أستبدل أن نغني بدلا عنها؟ الغناء ما أجمل الغناء لاحظوا وضعت مكانها مصدر منصوب ما أجمل الغناء إذن هنا هذا الفعل أجمل لا يحتاج إلى مفعول به وهو الغناء تمام أعزائي؟ هذا النمط في إعراب جملة التعجب هو نمط واحد لا يتغير ليس مطلوب منكم الإعراب نهائيا أعزائي المطلوب منكم أن تعرفوا أن الفعل الذي يأتي في جملة التعجب هذا الفعل دائما هو فعل متعد لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مفعول به لو جبت لك يمس جملة تعجب بعد ما ما أجمل هذا الفعل حدد الفعل حدد أجمل إذن أجمل هنا ليس اسم هو فعل انتبهوا هذا هيك إعرابوا يا مس أجمل هو فعل ماض جامد وما نوعه هو فعل متعد وليس فعل لازم تمام أعزائي؟ انتبهوا بس لهذا الموضوع وحددوا لي لازم لمتعد هو فعل متعد ننتقل الآن للفرع داءال رفع الطلاب العلمة رفع فعل الطلاب فعل والعلمة مفعول به إذن الفعل رفع أحسنتم فعل متعد ننتقل للفرع ها أحب جمال طبيعتي أحب فعل صحيح؟ أين الفعل؟ من الذي يحب؟ أنا الذي أحب أين الفعل؟ الفاعل مستتر أعزائي تقدروه أنا مستتر بمعنى مختفي غير ظاهر في الجملة وهذا نوع أو نمط من أنواع الفاعل أن يكون الفاعل ضمير مستتر طبعاً إحنا بنعرف أن الفاعل ممكن يكون اسم ظاهر موجود زي هذا الفاعل وهذا الفاعل هاي ظاهر بالجملة الفاعل أيضاً يمكن أن يكون ضمير متصل تذكروا التاء اللي عليها حركات التاء المتحركة هذه فاعل أيضاً يسميه ضمير متصل هناك نوع آخر من الفاعل وهو ضمير مستتر أي أنه غير ظاهر أحب أنا جمالة طبيعة الفاعل مستتر غير ظاهر وجمالة هي المفعول به والطبيعة طبعاً مس إعرابها مضاف إليه جمالة طبيعة ماذا يكون أو ما هو نوع الفعل الذي يحتاج إلى مفعول به؟ هو فعل متعدل إذن أحب هنا هو فعل متعدل أن نحتاج إلى مفعول به ننتقل للفرع وهطل المطر بغزارة هطل فعل المطر فاعل بغزارة لاحظوا ما في عندي يمس هون مفعول به لأنه بغزارة حرف جر واسم مجرور إذن هذا الفعل هطل هو فعل لازم لأنه لا يحتاج إلى مفعول به كملنا الجملة بحرف جر واسم مجرور لاحظوا آخر جملة الجملة زال يعلو صوت الحق دائماً يعلو فعل صوت فاعل صوت الحق الحق هاي بعريبها يمس مضاف إليه أين المفعول به؟ لا يوجد في هذه الجملة مفعول به إذن هذه الجملة هذا الفعل يعلو هو فعل لازم لاحظوا يمس معي طب هاي دائماً يمس شون يعريبها؟ دائماً هذه أعزائي لستم مطالبين بإعرابها هذه إعرابها حال أو ظرف يعني يختلف إعرابها أحياناً يكون إعرابها حال منصوب أحياناً ظرف منصوب ظرف زمان أو ظرف مكان ليس مطلوب منكم إعرابها اللي بهمنا تعرفوا إنه لو توقفنا هون يعلو صوت الحقي اكتمل المعنى؟ نعم اكتمل المعنى لا نحتاج إلى مفعول به إذن يعلو فعل لازم تمام؟ ننتقل الآن أعزائي للسؤال الثاني املأ الفراغ بالفعل المناسب بما يأتي مميزاً الفعل اللازم من الفعل المتعدي عندي مجموعة أفعال هون يمس يحرس طارة نظمة أنارة فريحة المطلوب أني أعبيها بالفراغ وبعد ذلك أميز هذا الفعل هل هو فعل لازم أو فعل متعدي من خلال إذا احتاج إلى فاعل فقط هو فعل لازم إذا احتاج إلى فعل ومفعول به هو فعل متعدي لاحظوا عندي أيضاً أنا لونت الكلمات بالزهر هي لتدل على الفاعل والتي بالأزرق لتدل على المفعول به الجملة الأولى الفعل المناسب هو يحرس يحرس الجيش الحدودة إذن هذا الفعل يحرس يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول به إذن هو فعل متعد تمام؟ الآن أعزائي لاحظوا الفرع با أنارة المصباح الطريقة أنارة فعل المصباح فاعل الطريقة مفعول به إذن أنارة فعل متعد طار العصفور أين المفعول به؟ لا يوجد مفعول به إذن طار فعل لازم فرح الجمهور بالفوز بالفوز حرف جر اسم مجرور أين المفعول به؟ لا يوجد إذن فرح فعل لازم نظم الشرطي المرورة فعل فاعل مفعول به إذن نظم فعل متعد دعونا مثلاً هنا نتوقف عند نظم نظم الشرطي هل اكتمل المعنى؟ لا أكمل نظم الشرطي ماذا؟ يجب أن نضع مفعول به حتى يكتمل المعنى ولكن لو قلنا طار العصفور اكتمل المعنى إذن هذا فعل لازم مواضح كيف أفرق يا ميس؟ طب ننتقل للسؤال الثالث وظف الأفعال الآتية في جمل من إنشائك ثم اكتبها في دفترك طبعاً نمس هذه الأفعال مطلوب منكم تضعوها في جمل من إنشائكم أنتم مخيرون في اختيار الجملة التي ترونها مناسبة أنا وضعت لكم أمثلة وطبعاً أنتم ضعوها كما تشاء ولكن لنركز عليه في هذا السؤال يا ميس إنه لو الجملة أنا وضعتها أو أنتم وضعتموها ستنتبهوا وإنه دائماً الفعل يبقى كما هو كيف يعني؟ يعني إذا قلنا أن الفعل ربحة هو فعل متعدن سيكون دائماً عند الجميع فعل متعد في جمل الجميع فرّ فعل مثلاً لازم هو فعل لازم عند جمل الجميع لا يحتاج إلى مفعول به إذن الفعل اللازم يبقى فعل لازم دائماً على اختلاف الجمل الفعل المتعد يبقى فعل متعد دائماً مهما اختلفت الجمل تمام؟ مثلاً نأخذ الفعل ربحة لاحظوا هون بابدأ بالفعل ربحة ربح الفريق المباراة إذن الفعل ربحة هو فعل متعدن هي فعل هو مفعول به فرّ مثال عليه فرّ العدو إذن الفعل فرّ فعل لازم أحسنتم لأنه ما في مفعول به يا ميس بالجمل فرّ العدو ممكن أضيف عليها فر العدو من ساحة المعركة من؟ لاحظوا حرف جار إذن ما في مفعول به ننتقل الفعل يصلح يصلح العامل الآلة إذن الفعل يصلح هو فعل متعدن لأنه يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول به ممكن أضع مثلا جملة أخرى يصلح أبي الطائرة مثلا أو السيارة يصلح أبي السيارة أيضا احتجنا إلى مفعول به طيب تألم تألم المريض هذا فعل لازم لأنه لم يحتاج إلى مفعول به أقبل أقبل الجيش أيضا لاحظوا لا نحتاج هنا أيضا إلى مفعول به أيضا أنتم مخيرين ضعوا الجمل التي ترونها مناسبة السؤال الرابع عد إلى درس القراءة صغار النفوس وكبارها واستخرج منه فعلين لازمين وآخرين متعديين واكتبها في دفتره يعني مزدي أرجع إلى درس صغار النفوس وكبارها وكبارها وأستخرج فعلين لازمين وأيضا فعلين متعديين أولا الأفعال اللازمة مثال عليها يتكبر ويذل يتكبر لا يتكبر مثلا لأي إنسان أو على أي إنسان فهذه بعد يتكبر جاء عندي حرب جر وإسم مجرور إذن ليس فعلا متعدل لا يحتاج إلى مفعول به لا يذل لأي إنسان أيضا حرب جر وإسم مجرور هو لا يحتاج إلى مفعول به هذا فعل لازم الأفعال المتعدية عند الفعل يقابل يقابل الكلمة الطائشة لا يقابل الكلمة يسم منصوب جاء بعد يقابل إذن يقابل فعل متعدي يعادي لا يعادي الذين يعادونه الذين إجت في محل المفعول به يعادي هو الذين يعادونه إذن يعادي فعل متعدي السؤال الخامس والأخير اضبط أواخر الكلمات التي تحتها خطف الجمل الآتية ينظف المتنزهون المكانة وضعنا عليها فتح أعزائي لماذا؟ لأنها في موقع المفعول به فعل فاعل مفعول به يأتي علينا فتحة لأنه مفعول به تقلع الطائرة من التي تقلع الطائرة؟ إذن الطائرة فاعل إذن أضع عليها ضمة لأن الفاعل مرفوع دائما يستجيب الله الدعاء نضع فتحة على الدعاء لأن الدعاء مفعول به لأنه يستجيب فعل الله لفظ الجلال فاعل والدعاء مفعول به والمفعول به منصوب دائما تمام أحبابي هنا نصل إلى نهاية حل هذه التدريبات أرجو أن تكونوا قد استفدتم وراجعتم بعض المعلومات وانتبهتم إلى المعلومات الأخرى التي أضفتها إليكم إلى أن ألقاكم أعزائي في فيديو جديد استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته